اشتركوا في القناة من نفس إنسانية سليلة المجدباهية المطلع عظيمة الشأن رخيمة الحس والمنطق يشهد لها تاريخها بسمو مبادئها وبحسن أفعالها التي لطالما لامست شأن البشرية ونادت برخاء عيشها ودوام السلام داخل محيط بيئتها في زمن كثرت فيه المنازعات والحروب والتجرد من ثوب الرحمة وغياب للضمير دائم في عقول برئت منها أجسامها وتخلت بل وتخلفت عن خط سير القوافل التي تنشر الخير وتزرع بذوره في كل رقعة من رقاع المعمورة جمعاء ولدت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء المتمثلة باعتبار يوم الخامس من إبريل من كل عام يوما دوليا للضمير مبادرة إنسانية سمحاء لم تتأخر منظمة الأمم المتحدة باعتماد خطوطها العريضة وتضمينها ضمن الرزنامة السنوية التي تحوي العديد من الأيام العالمية المثبتة وذلك لأن مبادرة سموه تأتي استجابة لنداء الأرض التي بات يسمع صريخها نتيجة تلك الانتهاكات التي تمارس في بدنها وما لم تعد تطيقه من ممارسات الفوضى والعنف والقتل وتهجير للإنسان من قبل ابن جلدته ولجوء ونزوح والطراب بيئتها نتيجة كسب المال على حساب صحتها وصحة أجوائها يوم الضمير العالمي إشارة إلى حتمية الإبقاء على جوهر الإنسان ودرء مفاسد الصراعات التي أرهقته وما زالت تبقيه في أوضاع من المأساوية والدمار والجوع والعوز وفقر مطقع أدقع حياته ليثبطه عن المضي قدما نحو آماله وطموحاته في كسب حق العيش الرغيد ضمن أجواء مفعمة بالأمن الذي ينشده وباستقرار ما يزال البحث عنه جاريا في معظم مناطق الكرة المستديرة مبادرة كان قد أطلقها سموه عبر خطاب عابر للقارات لم تحده حدود جغرافية ولم يختص بجنس أو عرق أو لون على حساب آخر فالكل مشمول أن يعنيه تمرد الضمير كأقدس الواجبات وأرفعها مقاما فإنما ووقتما يحكم الضمير تجد ميزان العدل والمساواة وحب الخير للآخر ونصرة المضمون ونجدة الثكالة وسترى من يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مبادرة يوم الضمير العالمي أصلها ثابت وفرعها في السماء جاءت وافية شاملة ضامة للخطوات التي من المؤكد أن تقوم عليها التنمية وهي من أقرت أن السلام هو أساس الحياة ومن سارع بوصفها أيقن أنها رائعة من روعة رجل يعي تحديات المنطقة في الفترة الراهنة ويدعو العالم أجمع إلى التحلي بالسلام ولا شيء سواه لتلفزيون البحرين محمد رشيدات